فما الذي دفعك لهذا؟ والله في الحقيقة أنا خلال دراستي للعلم السابرانية في الدرسات العلية كنت دائما في المناسبات الاجتماعية ولقاء الأصحاب والصدقاء كنت أستغرب من أنه الجميع ما يعرف حتى مصطلح أمن معلومات يعني إحنا مصطلح أمن معلومات ما نستخدمه يعني أكاديميين علميا ما يستخدم يعني يعتبر شامل للأشياء الرقمية وغير الرقمية اللي همه تخصصنا فكان هذا سبب جعلني أبدأ أغرد في الفيسبوك في تويتر وفي الحقيقة كان النشاط الفعلي في التوعوي كان في الحساب كان في شهر شوال الماضي فبديت أكثف يعني لازم يوميا أبدأ أنشر فكان هذا سبب صراحة يعني أنت وجدت الآن الساحة الثقافية فارغة عند المجتمع فلابد أن تسلك هذا المسلق أنا شفت أني أنا طبعا متخصص أعتبر في الأمن السيبراني فوجدت أنه هو توعية فيه توعية عامة يعني في ناس ما هم عارفين شيء عن أمن السيبراني وما فيه